النهاردة فرحان جدا فرحان جدا عشان طبعا الفرصة رجعت للنادي الاهلي ولسه هنتكلم عنها كثيرا ولكن فرحان جدا على المستوى الشخصي ان انا كسبت الرهان قلت لحضراتكم كنت يعني متطمن الى حد كبير وان كان النهاردة الامور تغيرت يعني او تخضيت شوية بس كنت متطمن ان سانداونز مش هيلعم مباراة فيها لعب غير نظيف توقعت ان سانداونز مش هينزل بحماس كبير مش هينزل بيدي كل امكانيات وده اللي فعلا حصا النهاردة مكتش عنده فريم مكتش بياكل النجيلة في الملعب بس على الاقل لعب مباراة نظيفة نظيفة يشكر عليها سانداونز بصراحة يشكر عليها سانداونز ويشكر اطهر الطاهر الراجل اللي يعني طلع جدع مع النادي الاهلي واضع ضربة جزاء للهلال السوداني بصراحة لو انت عايز رأيك كنت تحب ان الاهلي والهلال يسعدوا شقيقان عربيان يسعدوا لهذا الدور بسانداونز خلاص كان ضمن البطاقة الاولى وبالتالي المنافسة بقت بين الاهلي والهلال والكرة الان في ملعب النادي الاهلي فوز بهدف نظيف في الكاهرة يضمن للنادي الاهلي السعود الى الدور القادم في دور ابطال افريقيا فوز 3-1-4-2 يضمن السعود للنادي الاهلي للدور القادم فوز لقدر الله 2-1 الاهلي يخرج عشان ما دخلكش في حسابات كثيرة يعني فوز 3-2 الاهلي الاقدر الله يخرج الاهلي النتيجة الوحيدة اللي فرق هدف اللي تساعدوا هي 1-0 الهلال دخل هدف يبقى الاهلي محتاج ايه؟ محتاج يسجل ثلاثة اهداف ثلاثة اهداف مش هدفين انا متطمن وانا حاس ان البطولة بتقول للاهلي لا مش هسيبك افريقيا تحب الاهلي فعلا انت كبير القرى وصاحب اكبر عدد بضربطولات لا ما تخرجش بدري كده نهار ضربت جزائق في ديها 91 للهلال تخلص الحكاية وتخرج النادي الاهلي تصدى لا حارس سانداونز اللي اخطأ خطأ جسيم في الهدف اللي سجله الهلال ما اكدبش عليك انا لما شفت الخطأ ده قلت ليه كده ليه كده يا سانداونز لقت شكيت خفت بس الحمد لله في الاخر المباراة انتهت بالتعادل الايجابي هنا القدر قال كلمته هنا القدر قال كلمته اتمنى من النادي الاهلي انه يقول كلمته اتمنى من النادي الاهلي انه يرجع تاني يقدم مباريات كبيرة في دورة عبطال الافراق الاهلي في رأيي كان عنده ثلاثة تعصرات او ثلاثة تعصرات في هذه المجموعة ما كانش يلم فهيحصلوا بالشكل ده تعادل مع سانداونز في الكهارة قبلها خسارة مع الهلال في السودان و الخسارة الكبيرة الضخمة مع سانداونز في جنوب افراق وبالتالي النادي الاهلي جات له الفرصة الزهبية لصالح نفسه كنادي كبير وعظيم في القرى الافراقية مش عشان يزبط حاجة لان مش محتاج يزبط حاجة وبس محتاج يقول للناس افندم انا موجود افندم انا النادي الاهلي ده يحصل ازاي يحصل ان العيبة في الملعب يوم المباراة دي ما فيش استهتار تركيز كامل مدرب مارسيكولا وجهاز المعاون تشكيل وطريقة جيدة كل اخطاء الماضي يتخلص منها النادي الاهلي اخطاء الماضي القريب على المستوى التكتيكي في الملعب وبالمناسبة انا ما شفتش نسخة للهلال من زمان قوي اوضا من النسخة دي الهلال فريق محترم يعني لما هي القاهرة انت مش تلاعب خصم سهل والفوز عليه مضمون مية في المية طبعا انت دلوقتي حظوظك بقت اكبر من حظوظ الهلال الهلال كان داخل المباراة النهاردة وحظوظه بأيدي يكسب يسعد مع صندون الان اصبح الحظوظ للاهلي اكبر من الهلال مباراة في القاهرة والنادي الاهلي بتاريخه العظيم امام الهلال الفريق المحترم لا حظوظ النادي الاهلي افضل تركيز ارجوكم ما بقاش ينفع ما بقاش ينفع انت عارف لو لقدر الله كان الاهلي خرج النهاردة كنا هنقول يعني الاهلي ما قدمش مجموعة كبيرة المجموعة ما قدمش مباراة كبيرة في هذه المجموعة وواواوا يعني ايه كنا متحمد كنا متفاهمين الصدمة بس الاهلي ما خرجش والقدر وقف معاه الاهلي بقى حركة كده ولا كده قدام الهلال لا الزعلة تبقى كبيرة قوي قوي وبالتالي تحدثنا عن اللعبين وتحدثنا عن الجهاز الفني بالنسبة لي المباراة دي اللاعب اللاعب الاول فيها واللعب الاخير واللعب الاهم هو جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بالمناسبة بأي عدد كده كده النادي الاهلي طلب ساعة الاستاذ بالكامل الاستاذ الكهرب بس نقول مثلا الموافقات الامنية مثلا الله اعلم ولا ما عنديش اي معلومة تجيله بعشرة تجيله بخمسة بخمستاشر بعشرين يا سلام لو بيساعد استاذ كله ما عرفش هيحصل ايه بس لو مشجع واحد للنادي الاهلي في المدرجات صوته يرن تسعين ديئة ودي انا واثق فيها دي مش محتاجة طلب ولا محتاجة نصيحة ولا محتاجة تجويد كده كده جمهور النادي الاهلي في المواقف دي ومواقف اقل ومن غير مواقف اصلا هو سند دائما لفريقه النادي الاهلي وهو اللاعب رقم واحد بالنسبة لي ودائما بشوفه رقم واحد في النادي الاهلي جمهور هيبقى لي دور مهم جدا والمسندة والصبر مباراة مش سهلة مش سهلة بس طبعا الاهلي المرشح لي بس مش هتبقى هينة نصبر دائم تمر نصبر اللي قدر الله يا هلال دخل هدف نصبر نسجل هدف يبقى عايزين التاني والتالت جمهور النادي الاهلي صوت يرن تشجيع وحماس النهاردة الفرحة كانت كبيرة أنا النهاردة أعدت أقول الله يسامح لعيبة النادي الاهلي وأنا وفرج على المطش بتاع صندوق نزولي الاهلي الله يسامح لعيبة النادي الله يسامح لعيبة النادي ليه بتتفرج أكيدنا بتتفرج على مطش في نهاية كاس العالم وطرف منتخم مصر كمان انت بتخيل بقى تخيل منتخم مصر بيلعب نهاية كاس العالم وانت بتتفرج فأعصابي إيه ده كل لمس وصندوق لما بتتقطع منهم الكورة أقول شفت مش عندهمش جدية الهلال يروح بكورة قلبنا يقف ضربة الجزاء أنا كان فيه ضربة يزا قدامي ضربة الجزاء روح في دياءة 91 خلصت الحكاية بس القدر تدخل الحمد لله الحمد لله ترجمة نانسي قنقر